السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم بيشني وداية الحلقة التانية من السلسلة التحسين السلسلة البنتجهز فيها للالعاب التقيلة جدا السلسلة المتخلص فيها من الدروبات من بنقل فيها ونعلي فيها ونجهز الكمبيوتر للستريم والمونتاج والكلام ده كله في نفس الوقت السلسلة امنة مية في المية مش هنعمل اي حاجة فيها مجاسفة فالسلسلة تكون امنة لكل ان شاء الله آآ فيديو النهاردة حاجة بسيطة هشرح لكم افضل ضبط الاعدادات اللي هي او ستنين تمام طيب هنضغط دلوقتي على نضغط على دلوقتي هنضغط مسلا نبدأ آآ منين من طبعا انا كنت شرح في الحلقة اللي فاتت ازاي تقفل آآ ازاي تقفل آآ اللي هو يعني تمام فلو ما شفت الحلقة اللي فاتت لازم تشوفه طيب ديت هنعمل لها تمام ديت يعني انسحك يعني تحدس مسلا كل شهر مسلا ولا حاجة لكن مش كل شوية الجهاز يفضل يعمل تحديث وانت هتعمل باس افديتز حد مسلا آآ بعد شهر ولا حاجة نضغط على تمام نتأكده لكل دولة مهمولة على تمام نضغط هنا على تمام نضغط تمام عشان تقلل السرعة اللي بتسحبها الابديتز وهي شغلة تمام هنسحك هنا تخليها على واحد ممكن حتى تخليها على اقل من كده تمام لخاطر ما تستهلكش من النت وانت بتلعب وتلاقي النت بطيق اوكي خلينا بالبرسنتش احسن نخليها مسلا لخمسة في المية تمام خط بارد الليمتز هنا تمام هنقلل دقيقة كده على الاخر تمام عندنا هنا الباك اوب لأ مش محتاجينها اعملها دونت ران آآ طبعا هنا لو حابت مسلا تعمل مش هنعمل حاجة هنا طبعا الاكتيفيشن انسحك تعمل للويندوز باي طريقة عاجبك مفيش حاجة هنا مسحك تقفل كل الكلام اللي هنا دوت مش هنحتاجه خالص ما اعتقدش في حاجة هنا تمام نرجع ثاني مرة كده هندخلها طبعا زي ما نشايفين هنا آآ بتسيب مسلا تظهر لك اعلانات مسلا شبه الاعلانات اللي بتظهر في شبهات تطبيقات اللي بتظهر هنا مسلا آآ طبعا كل دوت آآ بيستهلك من موارد الجهاز واحنا عايزين نقفله فنعمل تمام طبعا بتجمع معلومات عنك وانت بتستخدم عشان خاطر يعني تحسن في التحديثات اللي بعد كده وطبعا دوت بيستهلك وطبعا آآ بيزود العمليات الموجودة في الخلفية فاحنا هنقفل كل دوت ما بنستعملهوش هنقفله برضو دوت هنعمله على اوف آآ ديت خليك متأكد يعني اللي هي معمولة على تمام ديت طبعا عشان برضو بتجمع معلومات عنك فريقونسي نعملها تمام لو النزمة ما اسألكش نقلص عن رأيك ده الافضل يعني هتدوس كده علامة صحة هتشيل ديت تمام طبعا هنا انت بتحدد آآ الصلاحيات اللي بتوصل لها التطبيقات تمام ديت هتخليها على اوف اللوكيشن عموما نخليها على اوف طبعا الكاميرا على حسب طبعا آآ التطبيقات اللي انت عايزة تمام آآ فانت هتعمل كده اوكي خلي ديت على اون طبعا لو في اا مايكروسوفت هنا اعمل لها كلها على اوف تمام لكن الديسكتوب ابس رسيبها اون عادي. مايكروفون لفس الحوار. تمام حاجة هنا. معتقدش هنحتاج ديت في اي حاجة خالص فانا هعملها على اوف كلها. طبعا لو حابب توصل لك لاشعارات سيبها لو مش حابب اعمل لها اوف خالص. وانا انصح اللي حابب بيزود الاداء يعمل اوف لاندفكيشنز. يعمل تشينج يعمل لها اوف. هنصحها كم. نعمل لها اوف. تينج. اوف تمام. وما انصحكمش خالص استعماله مايكروسوفت اكاونت. عندها بيزود الخدمات والسيرفوس اللي شغالة في الخلفية. كمام? نعمل كلها دي اوف. طبعا دي حاجات معظمها لمستخدمين التابلت فاحنا مش محتاجين كلام ده كله في رغم كده فمايكروسوفت بتسيبها شغالة. للسبب ما فاحنا نقفل كل الكلام ده. ايميل استعملوا يا جماعة الايميل في جوجل كروم اللي في المتصفح. حياتي محدش يستعمل تطبيقات مايكروسوفت. نقفل تاسكس ديت. نفس الحوار. حاجات لمستخدمين التابلت والحاجات يعني اللي فيها خطوط وكده. راديو ما عندناش راديو هنا. لا انا عمل لها اوف تمام. دي التطبيقات اللي شغالة في الخلفية طبعا وان مش عايزين. يا جماعة دوات اللي بينزل مع دوات سيء جدا انصحك تحمل اللي بينزل من الموقع الرسم اللي هو التطبيق العادي مش يعني طبعا تطبيقاتها بتسبب يعني تفضل شغالة في الخلفية وتسبب اه بتزود وممكن تكون يعني واحد منهم هو اللي بيسبب لك اصلا الدروبات ديت. فاحنا هتقفل طبعا كل دوت. اه مش هتسيب الحاجة ديت تفضل شغالة في الخلفية. طبعا انا برضو ما تستعملش دوت. اه انصحك ان انت تستعمل اه يا اما اه مايكروسوفت ساوند العادي اللي هو درايفر العادي يا اما تستعمل مسلا اه الدرايفر برضو اللي من الموقع الرسمي تمام? نشيل عند الصح هنا وخلاص كلهم هيتعمل اوف. برضو اللي بتجمع معلومات عنك نعمل اوف تمام? محتاجينها ما فيش حاجة هنا اه اوف هنعمل كده اوف تمام? محتاجين هنا اي حاجة فيش اي كلم تقال هنا. هنا برضو مش محتاجين كل الكلام دوت نعملو على نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام دي يعني مش محتاجة اقول بتعمل ايه بس يفضل تعمل لها اوف تمام? عشان دي برضو اه مسؤول عنها عملية معينة وبرضو موجودة في الخلفية وبرضو بتستهلك فانا يعني اعمل اوف تمام? مش محتاجها تمام? ماركروسوفت اكاونت. هتعمل اوف لكل دوت تمام? انتقلل حملة جماعة للرمات. نعمل اوف هنا برضو تمام? اكد معمولة شبهة كده بالزبط. ده طبعا اه للناس مسلا ضعاف البصر او بتزبط شوية حاجات كده في يعني هي برحتك بس الحاجة اللي انت مش محتاجة ما تسيبهاش معمولة تمام? ده طبعا لها بتخلي مسلا التسكبار شفاف ده برضو بيستهلك من رمات فانا اعمل اوف يعني عموما اعمل برضو اوف. دي تعمل تمام? فانا عايز ده الموجودة هنا عادي فانا اعمل اوف. طبعا لما تيجي تنزل كده وتطلع كده ده طبعا لو عكباك الحاجات دي تسيبها لو مش عكباك خلاص. نعملها اوف. تمام? موس بوينتر نعملها اوف. طبعا ان انت تقفل الحاجة ده افضل اداء عموما تمام? موس بوينتر نتعملها اوف. مفيش حاجة هنا. انا نشيل اه لا دي تسيبها هزا ما هي. موس بوينتر نشيل دوت. تمام? مش محتاجين هنا حاجة. مش هنحتاجين. اللي هو بيفضل يتكلم دوت هتشيله خالص تمام? ده طبعا اه ان الممكن مسلا لو انت بتدعب مسلا لو دستها لأي حاجة يروح وفتح لك. اللي هو بيفضل يتكلم بيساعد الناس يعني اللي ها مش بتشوف او حاجة شبه كده مش محتاجين الكلام دوت وهو شغال لوحده فانت فيه كل الكلام دوت. مش محتاجين الناراتور خالص. نشيل كل حاجة هنا. طعم. سيبها ها مفيش حاجة هنا. دية اللي هي لو دستها عشفت كزا مرة يروح نطلعت من اللعبة برضه هو شيء مقرف جدا نقفلها. نقفل كل ديت. تمام. ما مستعملش الكلام ده وقت. موجود في مصر تالي. مهم جيمينج. قاتل عم تصح هنا. طبعا ما تستعملش ابدا اه تطبيق برضو اللي هو بيتسجل الالعاب اعمله اف. ما تستعملش اي حاجة هنا خلص. استعمل برنامج خارجي شبه او بي اس لانا بستعمله او اي حاجة تانية. ما تستعملش اللي بيجي مع الونس. نصيحة يعني. نعمل كل حاجة هنا. الجيم مود. الجيم مود قالوا ان هو بيحسن الاداء قالوا ان هو بيعمل وتحسن في النسخ الحديثة ومش عارف ايه. لكن من اللي انا عارفه اللي يعني من اللي انا جربته ومن الاختبارات اللي انا عاملها باستخدام البرامج فالجيم مود سيء جدا وبيسبب ديلي وممكن برضو يقلل الفريمات او يسبب دروبات فانصحك بتعمله تمام? نشغلوش يا جماعة اللي احنا هنعمله بعد كده يكون احسن من يوم مرة من الجيم مود. هنا فيش حاجة نعملها. برضو ما فيش حاجة هنا نعملها. اوكي. نبراحتها خالص. الاكاونتز. اه طبعا اه هنا انصحكم اللي انتوا تسجلوا اكاونت اوف لاين. ما تستعملوش مايكروسوفت اكاونت. تمام? الحاجة اللي انت عايز تستعملها اه بدل ما تكون موجودة في الونز افتح ومتصفح وغش عليها. تمام? متستعملوش مايكروسوفت اكاونتز خلص. يعني التطبيقات يعني حتى بعد ما بتقفلها بتفضل ابردو شغلة. بس شغلة في الخلفية من غير ما انت تعرف. ليه? عشان لما تيجي تفتحها تروح فاتح لك بسرعة. فاحنا طبعا مش محتاجين الكلام ده. مش محتاجين تكون في حاجة تشغل لنا الرمات او تشغل لنا مش محتاجة تكلم. تمام? لازم تشتغلو على اكاونت. متتغلوش مايكروسوفت. ايميل عند اكاونتز. لو عندك اي اكاونتات هنا برضو سعق تشيلها. متستعملش خالص اي من تدقيقات مايكروسوفت. تمام? آآ مفيش حاجة هنا. متعملش خالص طبعا انت بتستعمل اصلا افلاين اكاونت فالريدي داية تكون مقفولة. عموما. دلوقتي نخش على اي بس نشوف التطبيقات. آآ طبعا زي ما شايفين في هنا عندنا اللي بينزل دوت انت تعمل سبت التاني اللي هو الطبيعي عادي. ده انت مش محتاجه. تقدر تعدل كل حاجة من هنا. محتاج دوت نعمل وينزل جريب. مسلا انا مش محتاج حاجة شبه كده. وبرضو بتنزل. يعني بتقدرش حتى تمسحها تمام? اوكي مسيحة مسحوه. حتى لو انت قفله برضو بيفدر شغال. مقرف جدا. لعبة الكروت بتنزل باي ديفولت. مسحها مش محتاجينها. ما نقدرش نمسحه ولكن في فيديوهات بعد كده اقول لك ازاي تمسحه بالصبت. زيها تبقى يعني موجسفة فها مش عارفش. ممكن مش رحاش خالص عموما. اه بس جدا لو بتستعملها خليها لو مش بتستعملها من الان ستورة النفس بستعملها فنخليها. تطبيقات الرئيسية دي تستحكم فيها زي ما انت عايز تختار ايه تطبيق الموسيقى المفضل بتاعك تمام? برضو وانسحكش تستعمل اه ولا مايكروسوفت ولا التطبيقات العادية بتاعة الموسيقى ولا الفوتوبيور العادي. اه تستعمل اه اي برنامج تاني خارجي. بدل تطبيقات الديفولت. اوفلاين ما بس نعمل كده اوف الدولت. فيش حاجة هنا. تارتاب. تارتاب قبس التطبيقات اللي بتفتح ما تفتح الكمبيوتر هنسحك تعمل لهم كلهم اوفوا اي حاجة انت محتاجها تبقى تفتحها بنفسك. عشان ده بيبطق بشكل كبير جدا من الكمبيوتر هو بيفتح. كمبيوتر بيقعد فترة طولة جدا بيفتح. ده في الغالب السبب. كل حاجة هنا اعملها اوف. تمام? اي حاجة انت محتاجها افتحها بنفسك احسن لك يعني. هنا جماعة في اه الخيار دوت هندوس عليه كده. لو في اي حاجة هنا نسحك تعمل لها اوف. اوبشنال فيوتشرز. طبعا في شوية حاجة تانية مش محتاج هنا انا مسلا مش محتاج او البرينتر او البرينتر والكلام دوت كله فانت اعملوا انستول ما عنديش انا نفس طبعة الكلام دوت. تمام? انا بس تعمل اا فوتوشوب مش محتاج وتدوت فهي حاجة يعني. حاجة هنا تاني. لو بتستعمل اوفيس مش هتهتاك دوت فعمل له تمام? بس كده. اا برده حاجة مهمة جدا. اا انصحك توحد الالوان نفسي بفضل الدارك مود. تمام? اللي اشف فيها ديت انا مش عايزها خالص فهيها. عايز خلفية تزهر مش عايز اعمل اوف انا عن نفسي مش عايز الخلفية تزهر لان انا كده كده مش حاطبها سولدر الجهاز. سيمز هي سبعة زي ما هي. الخطوط براحتها خالص. بقدر تختار الخطر من هنا. اا انصحك تشيل كل دولات تقفلها خالص. تمام? هتنظف الشكل بشكلها طبيعي تمام? نقفل كل دول. ده شكل بعد ما قفلتها. تمام? طبعا اي حاجة بعد كده تقدر تزهر براحتك من هنا. تمام? نشيل علامة الصح هنا ونشيل علامة الصح من هنا. مش حاجة تاني. نتورك اند انترنت. ديت يا جماعة هتعمل خليها تمام? خلي برايفت نتورك. وهنا هتعمل على العمدية صح تمام? عشان خاطر التحديثات ما تشتغلش وتخلص لك من الباقة تمام? جير لو انت هنا عايز تعمل تحديث. تمام? مش هنعمل حاجة هنا تاني. لو ما بتستعملش. نشيل علامة صح من هنا ومن هنا. ده يتسبب زي ما هي. اعتقد ما فيش حاجة تاني نقدر نعملها هنا. هندوس عليها. ما نصحكش تحط ولا تعمل اي حاجة هنا زي ما هي. طبعا عارفين السبب. مش هقول تاني. تفضلتش راجعها في الخلفية. ما اعتقدش ان فيه اي حاجة هنا تتعمل. الاجهزة. في الزباطة زي ما انت عايز. طبعا لو لو ملاحظ ان فيه هنا يعني جهاز ظاهر. يعني مسلا هنا بيقول لي ان الشاشة محتوطة كجهاز. يعني مسلا في الصوت. لو لاحظت ان الشاشة ظهرة هنا. والشاشة عندك مش بتطلع صوت اصلا. فانصحك تدخل من هنا من الصوت مسلا تختار تعمل لها تمام? ما تزعجكش. واي حاجة تانية هنا مش بتستعملها اعمل لها دي سيبول. نتكلم في الموضوع طبعا التاني بعدين. شيل العلمة الصح هنا. ما بستعملش خالص. كي طبعا لما بتستعملش الحاجات دي كل انا يعني انصحك تعمل لها. دي بس الوحيدة اللي انا بستعملها اللي هي بتخليك مسلا لما تحب تتبع حاجة تروح ومتحاول الملف بدي اف. دي حلوة خليه. الماوس. هننضغط هنا على تمام? نجينا البوين البوينتر تمام? هنشيل العلمة الصح من هنا. دي طبعا آآ كل شوية يعني بتغير لك سرعة الماوس يعني مسلا بتحرك ايدك بسرعة ترى الماوس بقى صاروه. تحرك ايدك بالراحة ترى الماوس تغيرت سرعته بقى بطي يعني بتغير لك الام بتاع الماوس. طبعا انا مش عايز حاجة شبكة تحصل عايزة تعود على الماوس الطبيعي تمام? فبقى بشيل العلمة الصح من هنا. وكمان زي ما قلت لكم تستهلك من السي بيو. فانت اشيل العلمة الصح من هنا احسن لك. فاضغط فابلاي. وهتساعدك في آآ علعاب كتيرة يعني. اضغط اوكي. بعد كده احنا مش عايزينها برضو دولة لمستخدمين التابلت مش عايزين الكلم ده كله نعمله اوف. تمام? نعملها اوف. تمام? طبعا لو عايز يوصلك اشعار لما توصل فلاشة هحط على المستخدم مش عايز وبتفضل الاداء وعايز تقفل كل حاجة احسن لك عشان خاطر الاداء فقا يقفلها احسن. هنا بقى عندنا فيش حاجة هنا هنا زباطة زي ما انت عايز. آآ آآ فيش حاجة هنا اعتقد. انا عن نفسي بقى اقفل كل الخاطر الاداء وعشان خاطر برضو مش بس تعملها مش عايز اي ازعج. كده كده قفلنا فهنقفل تمام اعتقد ما فيش حاجة هنا انا هنعملها. اشيلا عمز الصح من هنا تبقى انت آآ انسحب نفسك تمام? فيش حاجة هنا تاني. اوكي. برضو هنا تمام? هنشيل عمز الصح من كل دوت. طبعا انا مستعملش الخانة بتاعت ديت فعمل لها تمام? لو بتستعملها خليها لو مش بتستعملها. آآ خليها مسلا تتعمل اويندز اونلي. مش ريكنا فيش حاجة هنا من لها اوف. راحتك بعمل له اوف. هباوت اوف. بس كده. طعم. وكده جماعة احنا جنكون قفلنا حاجات كتيرة جدا آآ كانت شغالة ورغم اللي احنا مش محتاجينها ورغم اللي برضو يعني بتقصر على اداء بتاعنا. آآ ولكن رغم كده بتشغل الحاجات ديت. ما بتستأذناش حتى ما بتسألناش في حاجات. يعني رغم ان انت آآ بتقفل الحاجات ديت. فبردو في شوية حاجات صغيرة بتجمع شوية معلومات بسيطة عنك. آآ لكن كان الاول طبعا آآ يعني انت لو مسابة الويندز بالطرق العادية بتلاقي بتجمع معلومات زيادة عن اللزوم. بتستهلك من النت. ممكن تستهلك من النت. ممكن تستهلك من اداء بتاعت تحمل العلمات. آآ فده كان فيديو ضروري جدا. وآآ ياريت يا جماعة اي حد آآ يعمل شبه ما انا عاملها كده. يقفل كل حاجة ومش محتاجها عشان خاطر الاداء. تمام? طبعا عندي كانت حاجة بسيطة لسه بقى الجده هيبدأ بعد الحلقة ديت ان شاء الله. آآ ولو عجبكم في الفيديو نستطيع اشتركوا على لايك وتشتركوا في القناة عشان وصلكم كل ايدي ومفيد. شوفكم في الفيديو نستطيع اشتركوا في القناة عشان ومشاهدة اشتركوا في القناة عشان ومشاهدة